خلينا بتدي اخبارنا بالنادي الزمالك ويمكن على مدار فترة طويلة مشكلة فرجان السياسي والتفاوض وهيمضي مش هيمضي بنزود في العقد عشان فرجان يمضي في اقتراحات جات من جمهير نادي الزمالك بان هم يعني يتبرعوا في وقت ملائقات لكن في الاخر رغبة اللعب بتعايز تفضل هتختار ايه حب الجمهير والماد وتواجدك وبتاخد مادة كويسة ولا المادة فقط لغير والامور بالنسبة لك هي بتتحسب كده اكيد لعب محترف اكيد بيدور على مصلحته لكن في حاجات كده يعني بتبقى بتفرق وبتخليك في حتة تاني ما فيش شك ان نادي الزمالك في ظل وجوده في نادي الزمالك اختلف تماما يعني الراجل كان في لعب في الدور السعودي في الدور التونسي الوضع في نادي الزمالك وجمهيرية نادي الزمالك خلاه في حتة تاني فبالتالي الطلبات الخاصة به هو ما زال هو متمسك بالتنين مليون واربعمائة الف يورو وده طبعا مبلغ بالنسبة لنادي الزمالك كبير مبلغ الاعتقد اللي هتحمله نادي الزمالك في توقيت حالي وهيعمل مشاكل لبقية اللعيبة للعيبة اخرى ممكن تجددها يبقى قريب للعيبة اخرى ممكن يبقى نادي الزمالك بتفاوض معها في الوقت ده فبالتالي نادي الزمالك هو قالك انا ما عنديش غير المليون و800 الف يورو ده المبلغ اللي بحدده نادي الزمالك لصفقة فرجاني ساسي بالاضافة طبعا ل685 الف يورو اللي هو مستحقاته المتبقية في الفترة اللي فاتت وبالتالي خلاص اللعب من وجهة نظره من وجهة نظره ان يعني اقفل باب المفاوضات وان هو بلغ الاضارة وابلغ وكيله ان هو خلاص هيمشي وخلى مهند عون اللي هو وكيله ان يدور له على عقد في الخليج يدور على العقد انا بشوف دايما ان اللعب بيبقى خلاص يعني فكرة ان انا ادور لأول انت مش هتدور انت فيه كلام او فيه يعني اكيد نادي ومتفق معاه هتنتقل ليه بالمبلغ اللي انت عايزه لكن هتدور دي لأ مفيش لاعب بيبقى بيقفل باب بتفاوضات مع نادي إلا ما يكون فيه حاجة في ايده في الجبهة الاخرى او الجيل الاخرى طيب هتكلم على كلام عن نادي الزمالك ولسه طبعا مستمرين في اخبار نادي الزمالك هكمل مع حضركم اخبار نادي الزمالك عندنا الونش برضو احنا بنتكلم على اساسي الونش بيطالب ادارة نادي الزمالك بتجديد عقده وتعديل عقده في الفضرة القادمة خصوصا ان اللاعب جاله عقد من اهل جدة وفضل البقاء داخل نادي الزمالك وبالتالي يعني الراجل بيطلب تعديل العقد على حسب طبعا وجهة نظره ووجهة نظر ادارة نادي الزمالك هتفاوضه في هذه الجزئية وهيزيد قد ايه دي امور طبعا موجودة ما بين اللعب والنادي ايضا كارتيرون بيرشح ثلاث مهاجمين لزمالك طبعا احنا قلنا ان كارتيرون بيطالب مهاجم سوبر في نادي الزمالك محتاجه للفترة القادمة هو رشح طبعا لعب كان موجود في التعاون السعودي وهو توينبا اللعب الكاميروني وايضا الكونجولي جاكسون موليكا وايضا اللعب سوفيان رحيمي لعب رجاء المغربي يمكن توينبا ممكن بياخد 3 مليون دولار وده صعوبة الموقف بالنسبة لنادي الزمالك المبلغ كبير اللعب طبعا مش هيقل برضو من نفس المبلغ لكن بياخده في التعاون وبالتالي بالنسبة للعب الكاميروني هيبقى صعب جدا ايضا كارتيرون بيوعد ايمن حفني بان هو هيشارك فيه الفترة القادمة مع نادي الزمالك فيه الدوري الممتاز واحنا قلنا الخبر الخاص بأحمد زاهر لو تتذكروا او احنا كنا خبر خاص ان في الفترة الاخيرة في المشكلة الادارية اللي حصلت في نادي الزمالك لو تتذكروها بالصفر طبعا الى السنجال كان أحمد زاهر قلنا ان هو هتقدم باستقالته والراجل بيقترب من تواجده بنادي بيرامت في الفترة القادمة وفعلا أحمد زاهر تقدم باستقالته من منصب المدير الاداري بالنادي الزمالك وباقترب فعلا من وجوده بنادي بيرامت